ازاي يوكوا عاملين ايه كله تمام؟ بقى انا كنت قبل الفصل بقولك فيه ناس لازم تتهنى بصراحة يعني قناة القاهرة الإخبارية قناتنا الشقيقة الزميلة واللي بيترقصها رئيس قطاع الأخبار عندنا في الشركة زميل لأهم الزميل بصراحة هو الصديق العزيز القديم بصراحة أحمد الطعري ويمكن احنا ولاد نفس المؤسسة ألواية روزا اليوسف لكن اللي انا هقوله ما فيهوش اي انحياز لانه في انها خالص القاهرة خدت جايزة هذه الجايزة لم يقدمها يوسف هي جايزة التميز الإعلامي العربي لسنة عشرين أربعة وعشرين القاهرة خدت الجايزة اللي استلامها زميلي وصديقي العزيز جدا أحمد الطعري استلامها في البحرين لانه القاهرة قدرت انها تثبت نفسها تثبت نفسها بقوة قدام شبكات كتير جدا اقليمية موجودة ده ما فيش فيه اي خلاف أقدم مننا كقناة القاهرة تثبت نفسها أمام شبكات دولية أقدم بكتير من شبكاتنا المصرية والعربية ده مش بس كده ده قناة القاهرة الحقيقة لما تيجي تكسب جايزة زي جايزة التميز الإعلامي بتكسبها لأنها ما طلعتش خبر واحد تشك فيه قناة القاهرة ما طلعتش خبر تراجعت عنه قناة القاهرة ما طلعتش خبر ومساحته عشان تنزل خبر تاني بداله يعني قناة القاهرة ما عملتش زي عشرات المرات اللي اتعاملت عند بي بي سي واللي عند سي أن أن واللي عند رويترز بالمناسبة واللي حتى في أسوشيت بريس قناة القاهرة الحقيقة تتوخى الحيطة والحذر وأعلى معدلات الانضباط المهني لهذا السبب أنا بهمني قناة القاهرة ده بجد من قلبي ليه؟ أنا أحب أشوف قدامي قناتي الإخبارية وهي وقفة كده رفع راسها لا تشبه شائبة لا تشبه شائبة ما عنديش خبر حد يعرف شكك فيه ما عنديش خبر تراجعت عنه ما عنديش خبر طلعته ونفيته بعد ثلاث أربع دقايق ده قناة القاهرة دي أصبحت قناة القاهرة القاطرة لإيه؟ لكل الشبكات اللي في الدنيا مش هقولك إنها بتأخذ عنها لا هو في شبكات كتير كبيرة خدت عن قناة القاهرة لكن قناة القاهرة دي لعب الدور مهم وأساسي ورئيسي ومحوري في تغيير وجهة نظر العالم فيما يحدث على أراضينا الفلسطينية لقيت بكل ده كل ده لقيت واحد والله العظيم مفترض إنه أمين الشباب في حزب المحافظين وحزب المحافظين بالنسبة لي حزب بيدحكني بصراحة بيدحكني إلى أبعد الحدود يعني عايز أبدأ بليه بيدحكني؟ أقولك ليه بيدحكني أنا بستغرب جدا لما يبقى حزب قايم على أسس وتمويل رأس ملاية متوحشة ويحاول دائما أن يصدر لنا نفسه وكأنه صاحب خطاب اشتراكي مثلا يعني عمرك شفت مثلا حزب لا وفتقنا بلاش يعني ننرب أمثلة مصرية وننضرب أمثلة يعني أنت مدخل مثلا أن روكفلر في أمريكا ممكن يتكلم خطاب اشتراكي؟ نفعش ما ينفعش مش مقبول زمان يعني طبعا روكفلر خلص من سنين عقود يعني زي ما بالزبط كده ما ينفعش وأنا هنا بتكلم فعلا بمنتهى الاحترام لكل الناس مفعش المهندس أكمل قرطان يحاول يكلمنا دايما بخطابات تبدو وكأنها خطابات اشتراكية يعني تتلمس معاناة المواطن على سبيل المثال مثلا ليه؟ لأنه الحقيقة هو يمثل جزء لا يتجزأ من منظومة رأس مالية بالغة التوحش يغيب عن مؤسسين الحزب ده أن اسمهم حزب المحافظين كلمة حزب المحافظين عشان بس أقلف به سياسة لما تقول أنا حزب المحافظين أنت تصف نفسك بأن أنت حزب يمين ورجعي ورأس مالي ورأس مالية مطلقة يا سيدي مش هسميها متوحشة فأنت بتقول كده دي التسمية السياسية أنت اخترت أني بقى يسمك حزب المحافظين ما هو في الحاجات دي؟ معلش؟ تعالي لنا أنا الرفيق ما أقول لك إيه؟ وهو أنت وقعت في قرعتي أنا الرفيق أنا الرفيق يوسف عارف الرفيق الده ده معطيات؟ أنا الرفيق يوسف فلما ألف به سياسة وإحنا بنختار أسماء الأحزاب نزم الأول بحط أنا رؤيتي كحزب أنا إيه؟ أنا عايز إيه؟ وبعدين أختار الاسم بناء على ذلك وبقى كده أراعي هيكل المؤسسين بتاعه ورؤساء ورئيس الحزب وأمين الحزب وأمش عارف مين أمين لجنة كذا وكل ده كلام جميل الخلفات السياسية بتاعت الناس هتعكس الأداء الحزبي فلما هيبقى حزب قايم على الرأس المالية المتوحشة ويحاول يصدر لي صورة تانية فأنا بلعتها أنا مثلا كلتها أنا دي ما بقولهاش ماينفعش وأنا عشان كده أقولك ده جات في أنا تعالي عارف أنت الراجل الفود بلوجر بتاعه تعالي يا أحمد طب تعالي بقى يا أحمد ولما أنطق شيء ما لازم أبقى عارفه يعني لما يجي أمين الشباب بتاع الحزب يقولك إيه قناة القاهرة عملت وسوت وإزاي ومش إزاي وأصل إحنا عندنا أول أخ ده وني بتحطهولي هنا عشان أشوف تعارف أنا راجل يعني على مشارف الخمسين فنظري ما بقاش قد كده فحطهولي على السكرين الكبيرة دي ونبه عظيمة أنت راجل أمير وصحبي وحبيبي الله يبرك لك يا أمير الأمر يعني أنت شاء حزب المحافظين طيب محمد عب معطي أمين محمد عب معطي هو أمين شباب حزب المحافظين قالك حينما نبت القاهرة الإخبارية أنباء استشهاد شاب ثاني على حدودنا الشرقية ومن دون ذكر اسم الشهيد الأول كانت الصفحات المحلية لمدينة سنهور بالفيوب طبعا لهم الناس دي طبعا متعاطية مع المواطن يعني الناس دي نزل إلى القواعد والجماهير لأن حزب المحافظين اليمين للرأسمال المتوحش يطعط مع ملح الأرض بس ماشي ومن دون ذكر اسم الشهيد الأول كانت الصفحات لمدينة سنهور بالفيوم تزيع بثا حيا لجنازة شعبية مهيبة لجثة شاب مصري واستهتافات للشهيد والشعب الفلسطيني والعداء لدولة الكيان المحتل انت متأكد أن انت قلت العداء لدولة الكيان المحتل وانت في حزب المحافظين بتاع المهندس أكمل أرطام وأنا متعمد أقولك بتاع المهندس أكمل أرطام لأنه الحزب يبدو كأنه ملك لمؤسسه يعني بس ماشي سيبنا من دي يعني مؤسسه ومموله ورئيسه هو بتاعه يعني هو الحزب ده بتاع الرجل ده تمام ماشي يعني انتوا في الحزب قابلين ده دي قصتك بس انت متأكد من كلمة العداء لدولة الكيان المحتل انت عارف المهندس أكمل أرطام بيشتغل مع مين ولا مش عارفه متأكد يا ابن تترفت فيها ابن الحزب دي ده ده شغل في بينهم شغل هو الكيان المحتل فيه شغل فيه فلوس رايحة وجاية مش تمولات تجارة وشغله يعني ايه احنا هندحك على بعض ولا ايه طيب ماشي سيبنا مش هندحك على بعض اه طبعا فيه بزنس ما بينه وبين اسرائيل مهم يعني حين تغيب المعلومة الرسمية المؤكدة يلجأ الجميع لأخبار من مصادر أخرى يعني ايه المعلومة الرسمية المؤكدة انت بتاخد يا محمد محمد عبد المواطي ابننا الكريم يعني علش ما انا بقى اكيد انا اكبر منك في السن على القل يجيب عشرين سنة بس انت كلمة المعلومة الرسمية المؤكدة بتجيبها انت منين يعني لما اجي اتكلم عن الجيش اجيب المعلومة من فين من البيانات بتاعة القوات المسلحة المصرية طب ومن يصدر بيان القوات المسلحة المصرية المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية انت بقى ابو حميد المعلومة المؤكدة بالنسبة لك ايه في حاجة اسمها قواعد المهنة يا استاذ محمد يا عزيزي محمد يا صديقي محمد يا اخويا محمد في حاجة اسمها ايه قواعد مهنية في حاجة اسمها انضباط مهني انا ارجع فورا للبيان الرسمي بتاع المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية اكيد مش هرجعلك انت يا محمد ولا هترجع لنا برضو يا محمد بالمناسبة يعني في حاجة متعلقة بالقوات المسلحة هترجع لمزيع اسمه يوسف اسمه فلان اسمه علم لا ارجع للبيان على طول تقول لي اصل الصفحة بتاعة صنهور الفيوم انا يعني ايه هي بقى صفحة صنهور الفيوم يعني مش فاهم هل هي وكالة اخبارية اسمها صفحات مدينة صنهور بالفيوم وكالة اخبارية معتمدة فيها صحفيين معتمدين اعضاء في نقابة الصحفيين المصريين مثلا يعني انت برضو قلنا يعني علشان في الحالة دي لازم اروح على طول بقى ابدأ اتابع الصفحة الرسمية بتاعة مدينة صنهور في الفيوم واخب منهم الاخبار واعتبر انه هم دول اقوى من قناة القاهرة واقوى من القناة الاولى واقوى من الحياة واقوى من سكاي واقوى من بي بي سي لانه الاستاذ محمد عبد المعطي خدقرار ان احنا لازم ناخد معلوماتنا من صفحة مدينة صنهور في الفيوم وبعد كده طلبة الاعلام هيروحوا يتدربوا في صفحة مدينة صنهور في الفيوم وهنبعث اصدقائنا في المؤسسات الصحفية يروحوا يتدربوا في صفحة مدينة صنهور في الفيوم عشان الاستاذ محمد عبد المعطي شايف ان هي دي المصدر بتاع المعلومات طب انا راضي زمت حضراتك وراضي زمتك يا محمد ده كلام أمين شباب حزب يعني ده اللي انت عايز تروجه أو تصور به نفسك يعني عندما تتحدث فأنت بتقول للناس يا جماعة يلا بينا ناخد أخبارنا من صفحات فيسبوك ولا بناخدها من الوكالات الإخبارية والقنوات الكبيرة والمؤسسات الصحفي يعني أنا بسألك والله العظيم بتكلم بأمانة أنا بسألك ده بياخدني الحتة تانية حزب المحافظين عايز زي ده فعلا مش الظهر يعني أنا أتذكر كويس لما أطلق الحوار الوطني تتعلق أولنا سأل سؤال قبل إطلاق الحوار الوطني الإخوان تنظيم إرهابي ولا مش إرهابي تنظيم إرهابي دي إجابة أظن واضحة للكل الإخوان انبثق عنهم كل التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تدعي التأسلم في العالم أو لا تعال هنا بقى مش هرجعك ليوسف ولا لصفحة صنهور بتاعة محمد عبد معطي أنا هرجعك لتقرير الحكومة البريطانية قدام مجلس النواب أو تحديدا مجلس العموم البريطاني هاوس أوف كومنز نوفمبر 2015 بيقول إيه؟ أنا هقول لك بأمانة التقرير بتاع الحكومة البريطانية أنا زاك خلصة إلى الآتي بعد مناقشة وبحث مدني الحقيقة استغرق تقريبا ثلاث شهور بناء على مجموعة من التقارير والبحث الصحفي واللي كان منشور في سنداء ماشي؟ قالوا لنستطيع الجزم خد بالك ده البريطانيين لنستطيع الجزم بأنه تنظيم الإخوان هو تنظيم إرهابي ولكن خرج من عباءته وده نصا ويرجع للتقرير ويرجع للمضابط ولكن كل التنظيمات الإرهابية أسسها أعضاء بالإخوان حتى ولو كانوا بشكل سابق معلش شعب معطي معلش يا أستاذ أكمل أنا بقول الكلام ده مقدمة للي هقولولك بعد شوية ليه أنا بقول الكلام عشان ده نعمل على دي فيلم مدته ساعة وخمسين ديئة تقريبا اسمه التنظيم هتلاقيه على يوتيوب خش تفرج طيب ده الإنجليز في مصر تجربتنا خيرة الشاطر حمامة والله ضابعة ضابعة محمد بديع عد بقى أصلا أنا مش هقعد أسرد لك في عدد بعشرات الآلاف من أعضاء هذا التنظيم أو مئات الآلاف حتى لأ ده أنا رحت مكاتبهم وبيوتهم في لندن بالمناسبة يعني أنا ديما نضرب المثل بأنس التكريتي عافية أنس التكريتي بتاع لندن اللي هو أصلا إخوان العراق حدوتة كده يعني عايش في قصر ابن اللزينة مهم يعني بس هم بتعرف بنا يعني مهم أنا ليه بقولك المقدمة دي جينا وإحنا بيتعامل الحوار الوطني وتم تشكيل مجلس الأمنة وكان مجلس الأمنة عمره أيام حصل أنه لوحد محمد ناصر بأداءه اللي يهلك من الدحك هو أداء مش اللي هو كده مهم يعني فكان واخد على التليفون اتنين الدكتور أيمن نور والمهندس أكمل أرطان الدكتور أيمن نور واخد خط ما هو حر في ما يرى واخد هذا الخط ومستمر عليه خلاص طيب سيبك من ده خالص يعني سيبك من القصة بتاعت الدكتور أيمن نور لكن خد معايا مهندس أكمل أرطان ليه بقولك أنا اخترت مهندس أكمل أرطان عشان أنا حزب المحافظين أنا مش قادر أفهمه دكتور أيمن نور واخد خط معين ماشي فيه بيتكلم فيه هو أنا في رأيي غلط بالكلية غلط بالكلية ونهجا كارثيا على بلاطة تمام هو عارف رأيي بالمناسبة يعني ما عندناش مشكلة فيه اختلافات وجهات النظر إذا سمناها اختلافات وجهات النظر والرجل مش موجود في مصر إلى أخير ولكن مهندس أكمل بيصف نفسه أنه هو رجل وطني وأنه هو جزء من العملية السياسية الوطنية إلخ 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 صح؟ صح طيب حضرتك باش مهندس بتطلع ليه مع محمد ناصر على البرنامج بتاعه اللي هو ممول من الإخوان المسلمين وحضرتك يا باش مهندس أكمل تعلم ذلك تمام العلم ولو عندك شك واحد أن هذا البرنامج وهذه القناة ليست من تمويل مباشر للإخوان المسلمين اطلع قول كده قناة مكملين ملهمش دعوة بالإخوان اطلع قول كده أرجوك قول قناة مكملين ملاش دعوة بالإخوان ولا هي ليها دعوة بالإخوان طب ولو ليها دعوة بالإخوان بتطلع عندهم ليه عشان ما تقوليش ملاش فيه أنا رجل سياسي وليا الحق وليا أن أختار وأنا أظهر وقت ما أريد وأتحدث لمن أريد كل دا رائع السؤال هو في رأي حضرتك الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين إرهابيين ولا مش إرهابيين أنا عايز أسمع أول إجابة زي ما يطلع قولي إرهابيين أو لا يا يوسف مش إرهابيين أو ما تقولش يا يوسف يا جماعة الإخوان مش إرهابي اطلع قولي كده فبقى عرفت وجهة نظرك اتنين مكملين ولا مش عارف إيه محمد ناصر بقى معتزم اضطر الود التانية أبو منخير كبيرة أو حواجب مش شبه وشه دي اسمه إيه ولا الود دا أنا بنسى اسمه هو الود الود مجهول أوي أي واقسة ما جويش هو الود دا الود دا ملامحهم لخبطة أوي جماعة بس مش دي القصة مش مهم العيال دي سيبك بقى هم إخوان ولا مش إخوان بيشتغلوا بفلوس الإخوان أو لا لا يا بش مهندس اوعى تقول ليه معرفش أزعل والله العظيم عشانت راجل كبير وقديم وفاهم وزكي وعارف وعارف فجاوبني الناس دي بتشتغل بفلوس الإخوان أو لا فإذا كانت الإخوان جماعة إرهابية يا بش مهندس أكمل وإذا كانت القنوات دي وهؤلاء المزعين بيمولوا أو بياخدوا رواتبهم من الإخوان المسلمين طب طلعت معهم ليه يعني ليه بتطلع مع العائل الإرهابيين ما أنا مش فاهم طبعا دا إضافة إلى أنه الأداء بتاع حزب المحافظين جواهة الحوار الوطني أداء غريب ومش مفهوم يعني أنت متخال أنه تبقى الجماعة الوطنية كلها مؤيدين ومعارضة متفقين على مثلا الورقة دي حزب المحافظين لا مليش دعوة أنا مش لاعب ويروح عامل كده الله ماشي دي مرة ورقة عادي حقه اختلف طب إحنا كلنا متفقين على الورقة دي برضو مليش دعوة أنا مش لاعب ويروح ماشي طب والورقة دي أنا مليش دعوة مش لاعب ماشي والورقة دي مليش دعوة مش لاعب والورقة دي مليش دعوة مش لاعب والورقة دي برضو مليش دعوة مش لاعب طبق باشمونس أكمل أجيب لك ورق منين والله حضرتك دي كل الملفات اللي مطروحة على طاولة الحوار الوطني هو في كله حضرتك ملكش دعوة مش لاعب ده شيء بقى مش مفهوم ليه الحق أن أعترض صح اديني معارضة موضوعية أمين شبابك بيقولنا ناخد من صفحة على فيسبوك اسمه كلام السؤال تاني باشمونس الإخوان إرهابيين ولا مش إرهابيين موضوعين الإخوان بياخدوا رواتبهم من قنوات ممولة من قبل الإخوان أولا لا احنا كلنا في انتظار الإجابة كل عام وأنتم بخير تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام